بسم الله الرحمن الرحيم وانطلق بكلمة توجيهية مهمة بعد ذلك أخذ الأعضاء الأمن عاما جزءا من وقت الاجتماع لمقاربة قضية الشعر العام وبعد ذلك تم تخصيص الحيز أكبر من وقت الاجتماع لمدارسة المشاريع التي تستعرض على هذه الدورة العادية يتعلق الأمر أولا بتقرير بمشروع برنامج الحزب برسم سنة 2014 وهو البرنامج الذي أتى تتويجا لعمل مهم من طلق مدرسة تنبيل الماضي بين عقاد المجالس الإقليمية والجهوية وهي بمثابة برنامج الحزب المستوى المجالي التي عدت مشاريع برامجها وقامت الإدارة العامة بجمعها كل هذه البرامج إضافة إلى برامج الهيئات المركزية والموازية في برنامج مندمج يشكل خرطة الطريق للحزب من سبل المرحلة للسنة المقبلة إن شاء الله طبعا بعد عرض هذا البرنامج المشروع نوهت الأمن عام بهذا المشروع وتمنته وعتمدته وسوف يقدم للمجلس الوطني طبعا يجب التأكيد أن برنامج الحزب المستوى المجالي كانت فرصة مهمة جدا لكي تقارب قضي الشأ العام الوطني والمجالي وزارة بيانت في ختام اجتماعاتها نوهت بالمصار الإصلاح الذي يعرفه المغرب وأكدت على النجاح الذي يعرفه المغرب بتشكيل حكومة جديدة العمر الثاني الذي عرض على الأمن عامة هو تقارير تنفيذ ميزانية الحزب برسم سنة 2013 حيث عرف عضل الأمن عامة أن الحزب وفاء لقراره السابق الذي أعلن في بداية يناير 2012 الحزب الحمد لله أعاد إلى خزينة الدولة مبلغ 20 مليون درهم وهو الفائد عن الدعم الذي حصله من الدولة برسم انتخابات 25 نوانبر 2011 طبعاً نوهت كانت قرير مهماً عكس صورة تدبير الحزبي لماليته الداخلية المشروع الآخر هو مشروع ميزانية 2014 الذي يعكس الاعتمادات المالية التي سوف تكون أداة لتنفيذ البرنامج برسم هذه السنة هذه المشاريع الثلاثة إضافة إلى تقرير أداء الحزب الذي هو عكس الدينامية التي عرفها الحزب هذه السنة سوف تقدم هذه المشاريع إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني سوف تنعقيد بحر هذا الأسبوع اللجنة التنظيمية واللجنة السياسية واللجنة السياسية العمومية لكي تقارب كل واحدة البرنامج من زاويتها وكذلك حصيلة الأداء بطبعة الحل من الأمور المهمة أن اللجنة السياسية العمومية سوف تتوقف بصفة خاصة عند أداء وطر الحزب وأداء وزرائه وقد انبتقت فكرة مهمة من خلال هذا الاجتماع أن هناك حاجة إلى تحقيق انتظام مكتف لانعقد هذه اللجنة لكي تكون فرصة فيه كل مرة مع وزير وزراء الحزب لتقديم حصيلته ومناقشتها والتواصل بين الوزير وبين عضاء اللجنة بطبعة الحل قررنا في هذا الاجتماع أن نعقد لقاء يوم الأربع المقبل إن شاء الله لكي نستعرض الصيغة النهائية للتقرير السياسي الذي سيقدم للمجلس الوطني وهو قراءة جماعية للأمان العامة للمرحلة حيث بدأت المناقشة في لقاء سابق وكان هناك إجماع داخل الحزب داخل الأمان العامة أن المغرب يعرف الحمد لله دينامية إصلاحية مهمة جدا تمنات الأمل العامة القدرة على تعيين حكومة جديدة رغم الصعوبة التي اكتنفت المصار الذي يعرفه الجميع في ذلك سيكون مجلس الوطني فرصة متجددة لمدارسة أداء الحزب عموما والأمان عامة عندما قررت أن يتقع يقع التحرم مع حزب تجمع الأحرار فهذا من صميم اختصاصاتها التي خول لها القانون الحزب في ذلك سيكون متاحا لعضاء المجلس الوطني أن يقاربوا أداء الحزب عموما برسم هذه السنة وأن يتدارسوا المشاريع التي ستعرضوا عليه وكم يعلم الجميع فهذه الممارسة بدأناها منذ السنة الماضية بأن كان المجلس كانت لها فرصة أن يتدارس أداء وحصيلة الوزراء ورئاسة الحكومة والحزب بسبب عموما في ذلك نحن في مصار مهم جدا سوف نتوجه في هذا السبع إلى هذه الجنة الثلاثة على عمل إن شاء الله أن نقدم المشاريع إلى المجلس الوطني سيناعقد إن شاء الله يوم 28-23 ديجنبير الجاري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر